هنشرح النهاردة الـ画 الخريط الكاربوهايريت�� correlate⑤ أولِ حاجة بعملها我在خطبار اسمه اخطبار موليش وبيظهر عندي حلقة بنفسجية في الوسط وده بيأكدلي إن المادة بتاعتي مادة كاربوهايريت الfold other is OB va à la ut لو زهر عندي لون أحمر يبقى المادة Glycogen لو زهر لون أزرق يبقى مادة Christo لو ما حصلش تغيير للون يبقى المادة لاما سكر احادي او سكر سوني لو زهر اللون الاحمر انا هقفل حد كده وهكتب المادة لو زهر اللون الازرق هقفل حد كده واقول ان المادة دي نشط طب لو ما تغيرش اللون هيبقى لاما سكر احادي لاما سكر سوني اه هقوم اختيبار او اختبار لو زهر عندي راسب اصفر او احمر يبقى انا عندي الناتج لاما سكريات احادي لاما سكريات سوني ايه معادة لو ما تكونش الراسب ده يبقى الناتج سكروز وهقفل حد كده طيب لو الناتج ظهر راسب اصفر او احمر يبقى هعمل اختبار برافويد اختبار برافويد لو زهر راسب قبل 30 ثانية يبقى ده سكر احادي لو زهر بعد 30 ثانية يبقى السكر ده ايه سكر سوني لو زهر الراسب قبل 30 ثانية يبقى هو السكر سوني اه سكر احادي وهعمل اختبار سين اختبار خامس الاختبار ده لو اداني بني محمر يبقى المادة بتاعتي فاراكتوز تمام لو اداني ما ادانيش ناطيجة يبقى المادة جولوجوز او جالاكتوز هنشوف ده اختبار ملش قلت اول حاجة بتتكون لحال قلب نفسجية والحال قلب نفسجية ووضع ورا ورجيت الانبوبة هتبقى كلها لونها بالبنفسي يبقى ده اختبار ملش اللي هو بيميز لي المادة بتاعتي انها مادة من الكاربوهايريت اختبار اليود مديني هنا اللون الازرق اللي هو اللي استرش النشا ده كده النشا قلت هقف لحد هنا لو ده النشا مديني ان هو ما تغيرش اللون الازرق اللي هو احتمالي يبقى السكر احادي او سكر سوني وساعتها هكمل ببندنج او فيهلنج بعد كده اختبار بندنج لو كون عندي راسب اصفر او احمر قلت ان هو سكريات احاذية او سكريات سكرونية ما عدا السكروز لو ما تكونش الراصب بفضل زي ما هو يبقى ده سكر السكروز وهقف كده واقول خلاص ده سكر السكروز طيب الراسب في حالة تكوين الراصب الاصفر او الاحمر هعمل اختبار برافيت اختبار برافيت بيقولي لو كون عندي راصب احمر قبل تلاتين سانية يبقى السكر ده او حادي طيب لو بعضي تلاتين سانية يبقى السكر ده سنائي فهعمل لو اتكون الراصب ده قبل تلاتين سانية يبقى السكر احادي هعمل اختبار سنوق اختبار سنوق بيديني لو اداني بني محمر يبقى المادة فراكتوز لو ما ادانيش نتيجة يبقى المادة جولوجوز او جالكتوز طبعا لو بشوف في السكيمة لازم اكتب اسم الاختبار احنا كده خمس اختبارات اختبار مولش اختبار ريوت اختبار بندنج او فهلنج اختبار برافويد اختبار سنوق بعمل جدول وبكتب اسم الاختبار بعد كده بعمل الجدول تاني خانة بكتب المشاهدة اللي انا شفتها اللون ايه بعد كده بقول الاستنتاج هو المادة بتاعتي ايه جولوجوز فراكتوز جالكتوز تمام